اشتركوا في القناة الجميل ما شاء الله شوط خصص زمول أبناء القبائل 4 كيلو هي المسابن اتمنى التوفيق والنموس لأخوة المشاركين والحاضرين في هذا الانطلاق الجميل هذا الانطلاق المميز ناصي مطار بن أحمد وعبد الله بن عبيدة الأول المراكز المهيري وفي المركز الثاني قليم محمد بن سيف بن عبيدة من سعيد بن كديدة وفي المركز الثالث هناك من الجانب الثاني على ثالث المراكز اي رامكة 18 اللي هو مياس الدكتور سعيد بن سالم الشيخ وفي المركز الرابع المركز الرابع ما شاء الله بنقوم مياس محمد بن قانون مسعيد بن كديدة وفي المركز الخامس من يأتي في هذه اللحظات السميح لعبد الله بن عتيج بن يمعة الرميتي الرميتي هكذا أيها الأخوة كانت النتيجة للمراكز دعناها عليكم كاملة مكملة بالوفاة والتمام هكذا كانت النتيجة مستمعين لعزائي المراكز الخمس دعناها عليكم حاضرة مع انطلاقة شهد الزمول ما شاء الله والزمول يعني نكهة لأن جوهن الممتاز ولهن جماهيرن الحاضرة والمتابعة دائما في هذا الانطلاق وهناك ناصي ما شاء الله المندفع ناصي المندفع في المركز الأول وبين عبيدهم سيطر ما شاء الله مع ناصي ما أخذ الأجواء مطر بن أحمد عبد الله بن عبيده المسيطر على المركز الأول وأقليم يأتي بثاني المراكز محمد بن سيف بن عبيد بن سعيد بكديدة أيضا حاضر وفي المركز الثالث أقول مياس الدكتور سعيد بن سالم الشيخ على الثالث المراكز وفي المركز الرابع اللي في المركز الرابع أيضا 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 اللي يخترب من رابع المراكز ما شاء الله من يأتي بهذه اللحظات سميح سميح ما شاء الله عبد الله بن عتيج من يمعة الرميثي على رابع المراكز وفي المركز الخامس اللي في المركز الخامس سبعينا العزاء حضورنا الكريم جمهورنا المميز خليفة بن سالم بالصقعة خليفة بن سالم بالصقعة هو على خامس المراكز ما شاء الله ها هي النتيجة ها هي النتيجة أيها الإخوة حاضرة للمراكز لها الخليجي يا الخليجي نعم ما شاء الله أشكر الخبراء والله أشكر الخبراء اللي يتواجدون معانا في الباص هنا يعطونك الوسط التفصيلي حقيقة لكم شكر والتغدير الله يا ناصي الله يا ناصي الله يا ناصي الله يا ناصي يا بن أبيدة مع ناصي في المركز الأول هناك مطار بن أحمد وعبد الله بن أبيدة أيضا مع ناصي ما أخذ الأجواء والأمور من صالحه هو منفرد تقريبا عن بقية المراكز وهالمرموم لهم يعني يطالبونك يا بن أبيدة يطالبونك بالسلام يطالبونك بالنوز الله عند إنتاج المختبر ما شاء الله هنبغيت أهركض ولا إنتاج ما يحتاي ما يحتاي واحد على واحد يا سلام ومترون من رفول بترون طيارة ما يعبر ما شاء الله المركز الثاني أقليم يأتي في ثاني المراكز ماشاء الله محمد بن سعيد بن عبيدة بن سعيد بالكديدة وفي ثالث المراكز وصل الحشيم لمحمد بن سعيد بن سريم بن سعيد الكتبي وفي المركز الرابع هنا سميع عبدالله بن عتيج بن يمع ربيثي وفي المركز الخامس من مياس مياس خامس المراكز والله هنا ريان مبارك بن محمد بن طالب بن عقيلة لنابت المري ها هي النتيجة هكذا أيها الإخوة كانت النتيجة للمراكز دعناها عليكم بالوفة والتماء وناصي اللي متصدر اللي صامد على مقدمة الشهوط ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الأداء يا بن عبيدة تبارك الرحمن على هذا الأداء يعني ما بقى شيء ما بقى شيء يا ناصي ما بقى شيء يا بن عبيدة كيلو يعني وناصي مذخور كثير يعني مخزونة كثير يا ابن عبيدة مخزونة كثير هل سوف يبقى ناصي هل المرموم لهم يعني سلام والتحية ولا هناك هل الهير أيضا حاضرين ولا سامي اللي بدأت تقترب حقيقة مع المقدمة هل اللي بدأت تقترب ناصي بالمركز الأول سامة مطرب العبدالله بن عبيدة المركز الثاني شحشي محمد بن سال ولا سميح هناك من الجانب الثاني أيضا أيضا عبدالله بن عتيج بن يمعة الرميثي وفي رابع المراكز متعب سعيد بن سلطان بن عبيدة بن خادم الخيلي هكذا كانت النتيجة هكذا كانت النتيجة أيها اللي هو للمراكز دعناها عليكم بالوفوة والتمام الله يا متعب الله يا بن خادم الخيلي اللي يرسل متعب هناك من الجانب الثاني للي يتسلل يعني له عوايد له عوايد له عوايد في العام الماضي له سيارة والله لو تفتح السجل حافل بالانجازات لو تفتح سجلاته حافله بالانجازات يا لخيلي ويا جماهي يا سعيد بن سلطان بن عبيدة الخادم يا لخيلي اللي يقدمه متعب حقيقة على هذا الاداء الجميل هذا الاداء المميز عبدالله بن طاري عبدالله بن مبارك الزرعي أيضا له الشكر مضمر متعب ما شاء الله بنقول سلام 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 يا هالي ند الشبا وبمناسبة فوز متعب سعيد بن سلطان بن عبيدة مخادم اللي خيلي بمناسبة فوز بالمركز اللي أول آية لحظات صرحة النهاية المركز الثاني حشيم محمد بن سعيد مسليم الأكتبين المركز الثالث أيها الأخوة لوضيحي أعوض سيل الزفنة الحرسوسي المركز الرابع هناك مريان مبارك محمد بطالب نعقيل النابت المري التوقيت الزمني 6 دقائق 34 ثانية تحانينة وأن موسدي مالك حقيقة هذا البعير المميز متعب ما شاء الله 6 دقائق و34 ثانية بالوحو والتمام كل شكر والتقدير لأخوة ترجمة نانسي قنقر